اتوصفت برائدة صحافة المرأة وهي ناشطة حقوق المرأة وصاحبة النظرة النقفزة والرأي الصاقم اهتمت بمشاكل المجتمع كانت ثورية في إنصفها للمرأة على طول جريئة ما بتخافش من أي حد هي الكاتبة الصحفية أمينة السعيد اللي تولدت في صعيد مصر إيه؟ إزاي تولدت في صعيد مصر؟ عايز تعرف قصة أمينة السعيد من البداية للنهاية وإزاي أصبحت أحد رواد الصحافة المصرية يلا بينا اتميزت أمينة السعيد بالقوة والشجاعة وصلابة شخصيتها كان شعرها في الحياة إن العمل الدائم هو أساسها وكانت من أهم المناضلين في وضع سياسة أفضل للمرأة المصرية خلال الفترة دي من خلال بقى منحها الحقوق السياسية والاجتماعية والتعليمية وكمان الوظيفية عشان كده خطفت قلوب من حبيها من خلال كتابتها الرائعة على مدار سنوات مضالها لأن أسلوبها كان بسيط وسهل جدا تعرف بقى إن أمينة السعيدة ولدت في أسيود سنة 1914 ولدها كان طبيب مشهور وبيؤمن بأهمية العلم وضررته وكمان الحق فيه عشان كده أوصى بناته بأنهم مش هيتجاوزوا مهما كانت الظروف إلا بعد إتمام دراستهم الجماعية وده اللي خليها متيمة بالتعليم من صغرها وعشان كده دخلت كلية الأداب سنة 1931 وهي المرة الأولى اللي سمحت فيها جامعة القاهرة بدخول البنات واعتبرت دفعة سنة 1931 هو عام دخول أول في تالي الجامعة وكان عامدها ساعتها الدكتور طه حسين وحصلت على الليسانس في قسم اللغة الإنجليزية سنة 1935 ساعة بقى ما كانت بتدرس ما سابتش وقت واشتغلت في عالم الصحافة وتقلقت بمقالتها وكتبتها في مجلة الأمل وكوكب الشرق وآخر ساعة والمصور وبتعتبر أول مرأة مصرية بتشتغل في الصحافة بعد تخرجها بقى اشتغلت في دار الهلال وانتقلت للعمل بالإزاعة وبعد كده رجعت مرة أخرى لدار الهلال سنة 1945 واشتعرت من خلال باب اسألوني بمجلة المصور وبعد عشر سنيين من التحقها بدار الهلال أصبحت أول رئيس التحرير لأول مجلة متخصصة للمرأة وهي مجلة حواء اللي صدرت سنة 1954 وعلى فكرة أمينة السعيد كان لها تاريخ كبير في النضال حتى وما كانش ده ظاهر للكل وهنحكي ليكم أغرب واقعة في حياتها إنها في يوم من الأيام تسلمت خطاب مغلق من موظف الاستعلامات في دار الهلال والوقت ده كان بداية شهرتها ومعصب بلغها إن فيه زوابط جه وطلب إنها تستلم الخطاب ده إيد بإيد وإنه هيرجع بعد أسبوع عشان يتسلم الرد منها في خطاب مغلق ولما قارت الخطاب لقيت فيه كتير من الألم والحزن على حالة الجنود أثناء أحداث 1948 وطلب منها الزابط ده إن هي توصل كل كلام رسائله لعبد الرحمن عزام رئيس الجامعة العربية وقتها الخطاب بقى كان موقع باسم محسن عبد الخالق وخافت جدا إنها تسلم الخطاب لعبد الرحمن عزام عشان ما يعرفش اسم الزابط وقامت بإعادة كتابة الخطاب وحزفت اسمه وراحت لعبد الرحمن عزام وسلمته الخطاب وحاول طبعا يعرف اسم الزابط لكن مقدرش وإنها كمان رفضت إنها تقول اسمه رئيس الجامعة العربية رد على خطاب الزابط عن طريق أمينة السعيد وقال لها خليه يستنى شوية وعلى مدار سنوات كتيرة لحد بعد قيام الثورة كانت الخطابات بينهم مستمرة واتفاجأت في يوم الأيام بإن فيه زابط في مكتبها بيقول لها أنا عبد المحسن خالق وعمرنا ما هننسى دورك المهم وجميلك ومساعدتك لينا أثناء أحداث 1948 وقالت أمينة السعيد إنها كانت بتعتقد إن ده اسمه وهمي وبكده هي شاركت في رفع الروح المعنوية في أحداث 1948 للجنود والضباط المشاركين فيها أحداث كبيرة وهمة جدا في تاريخ صحفتنا المصرية والمرأة المصرية كليها دور فيها ولحد دلوقتي وفي كل المجالات في مليون أمينة السعيد المهمة يقول لنا في الكومنتات مين هم أبرز رائدات الصحافة المصرية في التاريخ